السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيباتي عاملين ايه النهاردة معينا علبة الصفيح دي هنعمل لها اعاد التدوير هنعمل منها فكرتين الفكرتين احلى من بعض هنبدأ نعمل اول فكرة معي هاخد العلبة نفسها وهعمل الغطة بعدين هاخد اي قماش قديمة عندي انا كان عندي القماش ده وهستخدمه هغطي به العلبة بتاعتي من بره ممكن تستخدمي اي نوع قماش هو القماش ده خفيف شوية وانا بس مش هيبقى مبين لون العلبة بردو هابدا ان انا الزاقه كده من فوق من عند الحتة اللي فيها التانية عشان ما يبقاش بارز انا مش هغطي العلبة من جوه العلبة من بره بس لان من جوه كده كده انا هستخدمها كمنظم فالمنظم هستخدم فيه زيوت وحاجات من دي او قات الزيوت بتبقى سيبقى علامات تحت كده ومش هقدر ان انا امسحها او نظفها فلما تبقى مش متغطية هيبقى سهل ان انا اضفها دلوقتي انا كمان بعد ما غطيتها من بره القاعدة بتاعتها بردو عملت لها السطح انا امسها كده قطعة من نفس القماشة اللي انا غطيت بيها من الجام بعد كده انا جبت ثلاث قطع من وراء الكرتون وجبت قماشة قديمة او نفس نوع القماشة اللي انت غطتي بيها لالبة من بره او انا الشنطة دي كانت قديمة عندي ولقيت ان اللون بتاعها قريب من نفس القماشة فهستخدمها هقطع القماشة خالص وفكها خالص وهبدأ ان انا غطي بيها الكرتون اللي معايا بعد كده بعد ما قصتها وخدت مقاس القماشة على الكرتون هبدأ انده نلزقها كويس عشان بعد كده لما اجي اقص منها اجزاء تبقى القماشة سابتة معي على الكرتون بعد كده هقص الزيادات الموجودة عندي بعد كده هقص الزيادات الموجودة عندي انا كده غطيت الثلاث قطعة اهو بعد كده هلزق هاخد القطعة الكبيرة هما الثلاثة اللي معايا دول واحدة كبيرة واثنين صغيرين شوية خدت القطعة الكبيرة وهبدأ ان انا احط شمع على الاطراف بتاعتها كلها والجناب وهحطها جوه العلبة هلزقها كويس جوه العلبة بعد كده خدت قطعة منهم وقصتها نصين وهبدأ برضو ان انا لزقها في العلبة هقسم بقى العلبة بالشكل اللي انا عايزة من جوه هيا دي التقسيم اللي انا عملتها بعد كده انا مش هسيبها كده برضو انا كان معايا الحبل ده ده حبل هتلاقيه موجود عند مستلزمات الادوات المنزلية عادي بدأت ان انا حط على الاطراف بتاعت الكطاع الكارتون اللي انا عملتها كده عشان برضو يديها شكل حل وكمان حط على العلبة من الجنب كده يعني هعمل حواليا هي تلات لفات كده فوق بعض بحيث برضو هتدي شكل حلو في نفس الوقت الزيادات اللي طالعة من الخيط اللي فوق هتغطيها خالص ولو وصلت الحد هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش تدفع علي زر الجرس وتشترك في القناة وتحطيلي اللايك وتقوليلي رأيك في التعليقات بعد ما عملتها شايفين شكلها حلو ازاي بعد كده هعمل خيط واحد بس هلف لفة واحدة بس على العلبة من تحت شايفين كده شكلها حلو طبعا الجزء اللي فات دوت مفروض ان فيه جزء ان انا حطيتي الوردة دي والوردة التانية دي دول كنت انا عملتوهم قبل كده معاكم في فيديو واسيبلكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف انا لقيتو ممسوح او انا مخدتش بالي ان الكاميرا ما كانتش بيستور تقريبا هابدأ بعد كده ان انا اجيب كل الحاجة بقى اللي موجودة عندي اللي انا محتاجة ان انا احطها شايفين ان كل الحاجات اللي كانت موجودة دي انا كنت بحطها في العلبة بس قلت في الاخر بقى اعملها كمنظم شايفين يعني واخدها كمية حاجات كتيرة جدا حتى يعني درجة العلبة الكبيرة بتاعت الصابون المغربي دي احطتها جواها كل الحاجة اللي انا عاوزيها برضو شايفيني الزيوت والحاجات دي انا مغطتش العلبة من تحت لان انا الزيوت دي اوقات بسيبها بلاقيها سايبة اثر كده في الارض فببدأ ان انا مساحها ونظفها زي ما انا عايزة دي كانت اول فكرة معي يا رب الفكرة تعجبكم منظم حلو جدا جربوه بعد كده هعمل تاني فكرة تاني فكرة معي انا هستخدم فيها الغطا الغطا اللي معي دوت انا كان عندي قماشة سودة من الستان قلت هستخدمها برضو اغطيت بيها الغطا من فوق ومن تحت بس من الظهر مغطتوش كامل سبت حتة عشان ابقى ادخل فيها العلاقة بعد كده جبت ثلاث فتل من الخيط الخيش وهبدأ ان انا اسبت الطرف بتاعهم كده بنقطه من الشامة وبعد كده هبدأ ان انا اعملهم زي الظفيرة اسبتهم بس تحت حاجة تقيلة شوية عشان اقدر ان انا اتحكم في الخيط واعرف ان انا اعمل الظفيرة كويس انا حاولت اسبتهم على تحت المنظم بعد ما عملته وبدأت ان انا الف كده الظفيرة بتاعتي عشان تسبت معي انا عملت الجزء صغير وعملت الجزء الباقي كل اهو هو ده انا عملت خط كبير عملت حبل كبير يعني عشان استخدمه بعد كده بعد كده انا هعمل زي دلية صغيرة كده مش من خيط الخيش ده خيط صوف بس نفس لون خيط الخيش لفيت كده على ايدي حوالي 25 لفة بعد كده دخلت فتلة كمان من جوه من بين الخيط كده وربطتها على الخيط ربطت كويس وبعد كده هسيب الجزء الطويل دوت مش هقصه دلوقتي خالص بعد كده انا هقص الخيط بتاعي من تحت واخد حتة برضو صغيرة كده من الخيط وهربط بيها راس العلاقة اللي انا عملتها دي من فوق بس عملها زي راس صغيرة كده بس عملها بعد كده انا عندي خرص كبير دخلت وحاولت ان انا ادخل الخيط جواك كده بأي حاجة. وهعمل زي عقدة كده عشان خطر الخيط الخرزة ما تطلعش من الخيط او تتحرك من مكانها. انا ده عاملة اتنين كمان. كده انا عملت تلاتة. تلاتة دول انا هعملهم زي علاقات كده للغطاء اللي معايا ده. هابدا ان انا اسبتهم كده. وبعد كده الحبل اللي انا عملته من خط الخيش هابدا ان انا انا الفه حوالين الغطاء بتاعي كده مبسي من فوق مش من الجنب. انا طبعا برضو حسيت ان العلاقات اللي انا عملتها دي طويلة شوية فاقصرتها. بعد كده انا قصيت بعد ما لفتها حواليها كده قصت حتة صغيرة كمان عشان عملها علاقة. ايه ودخلتها في الحتة اللي انا كنت سايبها. وبعد كده غطيت عليها الحتة اللي انا كنت سايبها. ولميتها كويس وشدتها كويس عشان ما تبقاش بينها. بعد كده انا عندي كان عندي الكلفة دي هبدأ ان انا عملها زي حرف ال H كده هكتب كلمة هوم. بصوا اي حاجة موجودة عندك. انا حبيت ان انا اشكل فحطيت جزء من دوت وعملت حرف ال O بوردة برضو كانت موجودة. يعني فنيني. فنين كده وايه وبتكر كده. وبالاي امكانات موجودة عندك. مش شرط نفس الامكانات اللي انا بعمل بيها. وكمان عملت الوردة زي ما نتولك بحرف ال O. حرف ال M عملته بالخرز. حرف ال I او دي غلطة انا عملتها. انا طبعا المفروض ان انا عملا الحروف كلها بالكابتل. المفروض حرف ال I هو كمان يبقى كابتل. بس انا طبعا ايه عملت سمول. جيبت احبيت ورد جده برضو صغيرين كانوا عندي وحطتهم كده من تحت. ايضوها برضو شكل حلو جدا وشيك. اللون الاسود بصراحة مطق اي حاجة. كان عندي برضو ورد صوف كده قديم. كنت انا عاملاه برضو قبل كده في فيديو. هحطه برضو. واستخدمه. طبعا انا مش هسيبها كده سيدة. اه بنفس اللولي اللي انا عملت منه حرف ال M. هحط شوية كده هوزع شوية صغيرين كده على القماشة الموجودة معي. كي هو ده شكلها بعد ما خلصت بصراحة طلعة تحفة 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 كمان التصوير ظلمها علاقة شكلها حلو جدا. وشيك ما كلفتنيش اي حاجة تستخدميها تحطيها ورا الباب. اه او جنب الباب. اه زي ما انت عايزة هدي تاني فكرة معي. يا رب الفكرة تعجبكم. ويا ريد افكاري كلها تعجبكم. لو بتزوريني لاول مرة. ما تنسيش تشترك في القناة وادفع على زر الجرس وتحطيه للايك اهم حاجة. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تقولي رأيكم في التعليقات. احلى فكرتين عملتهم معاكم. يا رب الفكرتين يأجبوكم. ما تنسوش اللايك يا حلوين يا امراض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستنوني في فكرة جديدة.